لن ننسحب ومستعدون للحوار خلاصة بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي صدر مساء الخميس الماضي وهو ما عده البعض رفضا ضمنيا لدعوة السعودية الانسحاب من المواقع الحكومية التي أخذت من الحكومة في انقلاب العاشر من غصص الحالي البيان الذي صدر بعد فعالية جماهيرية لميليشيا الانتقال رفعت فيها الأعلام الإماراتية أكد على عدم الرجوع عن السعي للسعادة ما أسماها بدولة الجنوب موجها السلطات المحلية في المناطق الجنوبية بإدارة الخدمات العامة والأجهزة الأمنية بتامين الممتلكات وقد هدد بيان ميليشيا الانتقال بالعمل على السيطرة على وادي حضر موت وتزامن هذا التهديد مع تواجد لجنة سعودية إماراتية في عدن جعل موالين للحكومة يعتبرون دعوة السعودية للانسحاب مجرد مسرحية شكلية لتمرير بقية المخططة الرامي إلى تثبيت سلطات الانفصاليين الانقلابيين في المحافظات الجنوبية كرست بعض فقرات البيان خطوات التوجه نحو الانفصال منها تنظيم حرية تنقل ما أسماه البيان بالأشقاء الشماليين في عدن ومناطق الجنوب والسعداد انقلابي عدم دعم الشمال في مقاومته للانقلاب الحوثي وهي الإجراءات التي أكدت ما ذهب إليه مشتشار الرئيس هادي عبد الملك المخلافي بتلاقي العنصرية الجغرافية مع العنصرية السلالية باعتبار أن انقلاب عدن هو نسخة أخرى من انقلاب صنعاء تأكيد ميليشيا الانتقال على بقاء الحزام الأمني ولواي الإسناد لإدارة عدن يشير إلى أن انسحاب ميليشياته من مواقع الحكومة لم يعد ممكنا لكن قبول المجلس بالحوار يعد بنظر مراقبين تحايلا لتضيع الوقت وتأكيدا على أن اليمن متجه نحو التشضي إذا لم تخرج الشرعية من حالات العجز والارتهان والتبعية ترجمة نانسي قنقر